مخرج الكبير أستاذ مجدي أحمد علي أهلاً وسهلاً بحضرتك معنا أهلاً بيك دكتورة دورية أهلاً بيك فان أهلاً بيك والحقيقة برضو أنا يعني حقول في البداية معلومة هي بالنسبة لي حتى كانت جديدة إلى حد ما أنت في الأصل الدكتور صيدلي وتخرجت من كلية الصيدلة كطبيب كصيدلي صيدلي أيه وتوجهت بعد كده إلى المعهد العالي للسانمة وتخرجت من المعهد العالي للسانمة يعني كيف جاء هذا الانتقال هو أنا في الوقت ده كنت أنا كبير بتاع العيلة وإحنا عيلة نسحين من الأرياف يعني فأمل العيلة في الشخص الكبير ده أنه هو يدخل طب أو صيدالة أو كده وأنا كنت شاطر يعني في السانوية العامة فكان صعب أن أنا يعني أكثر بقلب والدتي يعني فيعني قلت خلاص ماشي أنا كنت نفسي الأول أدخل معنا للسانمة طبعا أنا كنت أحب السانمة من زمان جدا من وانا في إعدادي أو سانوي وإحنا في المانيال كان عندنا حي شديد كان فيه سينمات صيفي كمان بالتحديد شديد الصراء إحنا عندنا أربع سينمات منهم تلاتة صيفي وواحدة طبعا مع الأسف تهدت أخيرا لإسمها فاتن حمامة كانت الأول إسمها ميراندا ودي كانت صيفي وشتوي يعني كانت السقف بتفتح بالليل فتكتشف قدامك النجوم إنما تتقفل لما تبقى الدنيا بارد أو لو كن بالنهار فكان ده عرضه مستمر وعندنا ثلاث سينمات تانيين صيفي دلوقتي ما فيش منهم ولا واحدة طبعا وكان فيه سينما اسمها سينما الجزيرة دي كانت في قلب النيل يعني جوه النيل الشاشة بتاعتها جوه النيل فأنت تبقى قاعدة تشوفي وراها المراكب والحاجات دي فأتخيلي حدي بتربى في الأجواء دي فحبيت السينما جدا وكان نفسي فعلا ندخل بعد السنوية العامة على طول لكن إرضاءا لوالدتي والأسلتي طبعا دخلت كلية السيدالة وفي السيدالة برضو لم أتوقف عن حب السينما يعني كنت برضو عمل نادي السينما جوه وعملت فرقة مسرحية وكنا بناخد جواز رغم أن السيدالة ما كانتش متعودة تشترك في المسابقات المسرحية بتاعت الجامعة تكملت بعد التخرج من السيدالة؟ أول ما تخرجت على طول من السيدالة في نفس السنة قدمت في معد السينما